عقود من العمل رسم ملامح هذا الشاب من شخصيته القيادية وقدرته الإدارية ونظرته الثاقبة سلمان بن عبدالعزيز سابع ملوك السعودية والابن الخامس والعشرين من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن ولد الملك سلمان عام 1935 للميلاد وتلقى تعليمه في مدرسة الأمراء بالرياض التي كان يديرها إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ عبدالله خياط أتم الأمير اليافع حفظ القرآن في سن العاشرة وتشرب السياسة فتياً ليتسلم إمارة العاصمة الرياض في التاسعة عشر من العمر ويبدأ في عقود تلتها عملاً حول المدينة الصغيرة في قلب الجزيرة لأكبر وأهم عواصم العالم العربي والإسلامي كانت الرياضة عبارة عن مدينة محاطة بسور وأذكرها الأبواب التميري والدزري والدخن وغيرها الأبواب العديدة وأنا لا أريد أن أتوسعها أعطي أمثلة محاطة بسور تقفى الأبواب الساعة بعد العشاء والساعة الثلاثة أو أربع عربي خمسون عاماً نقل فيها الملك سلمان عاصمة دولة والده وأجداده إلى مصاف العواصم العالمية وتولى حينها كثيراً من المهام السياسية إضافة لإشرافه على الحملات الإنسانية السعودية لعون المنكوبين في مشارق الأرض ومغاربها العمران قبل كل شيء عمران النفس عمران الروح بالإيمان بالله قبل كل شيء فهذا العمران الداخلي الروحي هو الذي يعطينا الأمل ويعطينا الفرصة حتى نعمل أرض الله أيها الأخوة هذه البلاد والحمد لله تنعم بهذا العمران الروحي الداخلي في نفس الإنسان وهذا والحمد لله سر تقدم هذه البلاد وعمرانه قاد الأمير سلمان بعد تلك العقود دفة وزارة الدفاع السعودية ففي عام 2011 للميلاد وبعد رحيل شقيقه الذي رافقه في رحلة علاج طويلة الأمير سلطان بن عبد العزيز سطر خلالها أسمى معاني الوفاء عاد ليقود القوات المسلحة السعودية وزيرا للدفاع الحمد لله أن تخدمون بلد بلد تتجيّل الأمّة الإسلامية يومياً خمس مرات وأكثر كما والحمد لله بلد آمنة مستقرة توفيق الله تم وخينة أبناء وأنا عنقلكم تحيّد ملك عبد الله سلامه الله وتخديرها لكم وأنتم تقوم بواجب في خدمة عضيد الملوك تولى ولاية العهد بعدها بعام ليكون سنداً لأخيه الملك عبدالله بعد رحيل الأمير نائف بن عبدالعزيز ليكمل مسيرته ولياً للعهد ونائباً لرئيس مجلس العزراء وزيراً للدفاع لم تمضي ثلاثة أعوام بعد ذلك رحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله ليتولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقافي الحكم في السعودية عام 2015 للميلاد ويبدأ في عهد جديد نهضة شاملة غيرت ملامح الدولة سياسياً أصبحت العاصمة الرياض قبلة لقادة الدول ومركزاً للقرار العالمي عسكرياً لم يتوانى الملك سلمان للحظة في نصرة الجار الجنوبي والانتصار لشرعية اليمن لتنطلق عاصفة الحزم في الخامس والعشرين من مارس عام 2015 قبلها كانت السعودية حاضرة في مواجهة الداء العالمي فشاركت في التحالف الذي استهدف الإرهاب وأتبعتها بتأسيس تحالف إسلامي ضم أكثر من أربعين دولة لمحاربة التطرف سطر الملك سلمان بشخصيته الاستثنائية كثيراً من الملامح وقاد السعودية في سنوات قليلة برؤية قوية طموحة رسمت ملامح مستقبل مشرق سمي جميل MBC بديت من مبتداها المبتدي في نشرة الأخبار من الموجة يفصل صاحب النشرة عنوين سلام الله سلام يشمل الغياب والحبار على رأس الزعيم اللي عساها تبطي سنين ملكنا القايدة الأعلى ملكنا الفارسة المغوار ملكنا اللي مقالي دا العمور تعود بيدين ملكنا ريفنا ومضيفنا وسيفنا البتار على الظالم عذاب وينصر المظلوم من حين تحمل ثم تحمل ثم تحمل له همو مكبار حملها لو تحملها جبل ثارة براكين سمى براشدات الخالدات المفردات ابكار يوجهنا بعون الله وحنا من معاوينه ملك راعي ملك داعي ملك تلفة الهلالظام ملك ميمون تمتد الأمانة من ميامينه تسلسل من ميامين لهم بشام خاتي شعار اشعار الحق والمنبر من الشبهة هم عرينه تفانوا وستماتوا عن مباديهم هم الثوار رموز الدربة لبيض من ثلاث قرون محيينه على الملة ولا بدعة ولا خدعة ولا استعمار هذا قانون هم احد فرض فيهم قوانينه لك التمجيد يا صنديد وانت السيد وانت البار تبروا لك